فده ده ده بقول لحضراتكو ده ليه لان احنا زي ما بقول لحضراتكو كوادر موجودة محتاجين المسندة والخاصة بالجهاز الفني لكابتن حسام حسن محتاجين المسندة محتاجين ان احنا نقف في ظهره محتاجين ان احنا ننجح التجربة طب ليه ننجح التجربة علشان ان شاء الله تجربة الكابتن حسام ان شاء الله تنجح يبقى انت بتنجح معاه اسم ما بينكو سين المدرب الوطني المدرب المصري هتبقى نجحات للمدرب المصري واسم المدرب المصري على مستوى التخطيط ده عايز شغل تاني خالص بعيد عن الكابتن حسام حسن يعني شغل مختلف تماما عن اتحاد الكورة كل التوفير لكابتن علاء نبيل عنده مهمة صعبة جدا لكن صدقوني الدنيا تحت مش مظبوطة نهائي خالص على مستوى ترتيب منتخبات الناشئين والشباب والأولمبي على مستوى المسابقات الولاد الصغيرين على مستوى البنية الأساسية ازاي لعبتنا الولاد الصغيرين اللي عندهم 11 و 12 سنة الارضية بيشتغلوا عليها ازاي ملف المدربين مهم جدا جدا لازم نشتغل عليه والتحاد الكورة يشتغل عليه عندك بلان بالنسبة للأكاديميات الخاصة لازم تكون تحت اتحاد الكورة ويشرف عليها وينقل الاندية اتحاد الكورة الالمانية بينقل الاندية اللعيبة في الاكاديميات بيحط سبوت كده اللعيب ده مميز ويبدأ الاندية تاخد اللعيبة المميزة من الاكاديميات عن طريق اتحاد الكورة لك أن تتخيل اتحاد القرى الألمانية عامل ويب سايد رائع بالنسبة للمدربين يعني منازل ويب سايد كده أنا كنت باستخدمه وإن أنا عايز أعمل وحدة تدريبية لطريقة هجومية للفريق اللي عنده 15 سنة بخش بعمل كليك بيطلع لك 15 عشرين وحدة تدريبية علمية بشكل كبير جدا إزاي المدرب يستغل دوت في تطوير اللاعبين يا جماعة قطعات الناشئين هي مصنع لتطوير اللاعبين أنت اللي بتصنع الموهبة وبتنظفها وبتلمحها وبتطورها علشان تكون قادرة أنها تكون تلعب على المستوى المحلي والمستوى الدولي الشغلانة ديت مش بتاعة الأندية بس بتاعة الأندية وبتاعة اتحاد الكور الحقيقة ملف اتحاد الكورة ده هنستمر فيه وحشرح لحضراتكم بإذن الله إن شاء الله هنا في المحترف هجيب لحضراتكم إزاي ألمانيا اشتغلت في هذا الملف بشكل كبير جدا هجيب لحضراتكم إزاي أسبانيا اشتغلت في هذا الملف كويس جدا هجيب لحضراتكم إزاي المغرب اشتغلت في هذا الملف بشكل كبير جدا وعندنا أمثلة كتيرة في بطولة أفريقيا زي الرأس الأغدر وعندنا زي الكونغو الدموقراطية إزاي بيشتغلوا على هذه المنظومة بشكل كبير جدا الحقيقة يعني ملف كبير جدا أتمنى إن شاء الله الفترة اللي جاية يعني اتحاد الكورة بإذن الله يعني يلم شوية الدنيا ويطلع علينا بشكل إن شاء الله تخطيط للقرى المصرية بشكل كبير جدا ويطلع علينا بشكل كبير جدا